في مباراة بعنوان وحيد أكون أو لا أكون يدخل منتخب المغرب محطة حاسمة من مشاركته في كأس أمم إفريقيا عندما يلعب مباراة الجولة الثالثة أمام أصحاب الدار المنتخب بدون يونس بلهندا يطمح للخروج من مأزق صعب وضع نفسه فيه بتعادلين مخيبين أمام أنغولا والرأس الأخضر تكلمت مع اللاعبين الكواظر في الفريق وعطيتهم خطابات حتى يؤثرون اللاعبين الشباب الذين معهم وأكثر من هذا في حصة تدريبية أبنى على الجدية أظن بأنه ليست خطابات المهمة ولكن الفعل والعمل نقاط الانتصار أمام منتخب الأولاد أصبحت مطلبا أساسيا لكل مكونات المنتخب تشهيلة أسود الأطلس ستعرف الكثير من تغييرات في محاولة لمفاجأة أصحاب الأرض هناك لعيبين ينتظروا الفرصة دي لهم أكيد سوف لا أصرح ولكن إن شاء الله لما أجي فرصتهم غيبين على الوقت ممكن في مستقبل قريب جدا فأظن بأنه لا القديوي ولا اللاعب حافظي ولا حمد الله لهم المواصفات ولكن أنا أقول دائما كل واحد أعطيه وقته في الوقت المناسب وعلى الجانب الآخر المنتخب المصديف بات مستعدا لمباراة التأكيد بعد فوز مميز على حساب أنغولا في الجولة الثانية فيما لم يتأكد بعد غياب طوكيلوغانتي عن التشكيلة الأساسية وسيكون مجورو الغائب الأكبر عن منتخب البافانا بافانا اللاعبون مستعدون لهذه المباراة كلنا ندرك ما يتوجب علينا عمله أعتقد أننا في وضع مريح مقارنة مع الخصم لذا سندخل هذه المباراة ونحن واثقون من أننا سنقدم عرضا قويا هي المباراة الأهم لرشيد التوسي في كأس أمم إفريقيا عبور محطة البافانا بافانا بسلام لتحقيق الهدف الأول لأسود الأطلس إذن هنا سيتحدد مصير أسود الأطلس مواصلة المغامرة الأفريقية أو الخروج من الباب الضيق لأكبر المسابقات القارية ياسي مارش الجزيرة الرياثية من ملعب موزس مبيدا ذيربين ترجمة نانسي قنقر